السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نبدأ اليوم في الدرس الأخير من الوحداء الثانية للصف التاسع في روضة مدرسة أكاديمية العزيز النموذجية أصل بعنوان المتباينات المركبة بمتغير واحد بإشراف المعلمة براعة الديات أول شي شباب قبل نبلش نحكي أي حل أو نفوت بالمسائل الحل لازم نعرف إش هي المتباين المركبة بمتغير واحد هي متباينة تنتج من اندماج مع متباينتين شو نوحن خطي بمتغير واحد يعني مش متباينة خطية واحدة ثنتين تمام يعني مثلا مثل شو عندي مثلا حكيت لك خمسة هاي أسميها المركبة تمام الخمسة طرف الثلاث طرف والاثنعاش طرف هاي سميها الطرف إيش المتباينة ممكن كمان عندي مثلا ثلاثة سين ناقص واحد خمسة مثلا هاي كمان ايش خمسة متباينة مركبة تمام احنا اليوم شو رح نعمل يا ميس بدنا نجد مجموعة الحل البي متباينة المركبة يعني مثلا لو حكيت لك سالب ثلاث أربع سين يلا بدنا نحلها أنا وياكم بداية ميس بدي أشتغل على الطرف الوسطي هاي لازم أصل لشكل انه بالنص تكون سين لحالها ومعاملها واحد سين شمالها لحالها ومعاملها واحد تمام باجي هون أو ايش بتخلص اخلص من معامل والحد الثابت هتخلص من الحد الثابت تمام في العملية بعملها جميع الأطراف مش عطرف واحد سالب ثلاثة سالب واحد سالب أربعة ببضل أربعة سين تسعة ناقص واحد ثمانية ببضل علي أخلي معامل سين واحد فبقسم على معاملها اربعة على اربعة على اربعة اربعة على اربعة واحد وسالب عموجب سالب بالظل عندي سين ثمانية تقسيم اربعة كام اثنين تمام واسا السين محصورة بين السالب واحد والسالب اثنين خلنا بالله انا وياكم نمثلها عندي السالب واحد وهي الاثنين السالب واحد شمالها ما عندي اشارة مسواة تمام بدي أجد مجموعة الحل طبعا مس كيف كيف بعمل باجي على السين بغطي الأثنين هيك بغطي إنها مش موجودة تمام بارو على هاي السين أكبر من سالب وحد شمال السين أكبر من سالب وحد وين أكبر من سالب وحد هاي المنطقة الأكبر من السالب وحد تمام طيب برجع مرة ثانية بغطي على السالب وحد سين اقل من اثنين سين اقل من اثنين تمام وين المنطقة المشتركة منطقة الحل تقاطحها مع بعض من هي السالب واحد واثنين هاي ايش بتكون مجموعة الحل بتكون ايش مجموعة الحل ناخذ ناخذ هذا المثال اول اشي بتخلص من اخر اشي المعامل سالب واحد وسالب واحد سالب اثنين تمام خمسة ناقص واحد كم يمس اربعة بقسم على ايش على سالب اثنين بتصير اثنين على اثنين واحد سالب على سالب سين سالب اثنين انا قسمت على سالب شو بذكرك باي درس بالدرس الثاني القسم على سالب شو ما بتعمل بالمتباينة تقلبها إذن القسمة أذكرك القسمة على سالب نقوم بقلب المتباينة يريد بالك تنساها وإذا ضربت بسالب هسا بدي أمثل خط الأعداد الأقل هي سالب 2 والأعلى 1 السالب 2 عندها إشارة المسوافة بغلقها والواحد مفتوحة بدي أجت مجموعة الحال أن هيك ما خلصت بغطي على هاي ما يليك دخل فيها سين هيك بغطي ها سين أقل من مين من واحد لأنها المفتاة من ثمها هي مفتوحة الأكبر سين أقل من واحد أي أقل من واحد تمام برجع بغطي سين أكبر من سالب 2 أكبر أو تساوي سالب 2 وينها أكبر أو تساوي سالب 2 وين منطقة التقاطع بناتهم مجموعة الحال اللي هي بين السالب اثنين والواحد الواحد مفتوحة والسالب اثنين مغلقة طيب لو اخذنا كمان واحدة لو اخذنا ثمين سين ناقص واحد وثلاثة سين زائد ستة وثمين سين ناقص أربعة ده نحلها طلع يا مص انا بهمني هون بتكون سين بنقول اول اشي سالب ستة سالب ستة هاي بتروح ثمين سين بصير اطرح من سالب ستة لا ثمين سين تنزل ناقص أربعة وناقص ستة ناقص عشرة تمام انا هون بظل عليها بدي هون شو بتكون سين هس لو ايش قسمت على ثلاث على ثلاث على ثلاث بظل سين طب انا هون اثنين سين هون اثنين سين لو طرحت اثنين سين من جميع الاطراف شو بظل ثين ناقص واحد سين فانا وصلت له هون شو بعندي سين يعني بقول لت ناقص اثنين سين ناقص اثنين سين ناقص اثنين سين بدي احافظ انها سين تكون بس بالوسط. بتظل سالب سبعة. سين ناقص ثلاثة ناقص اثنين سين واحد. وهاي بتروح شو بيظل سالب عشرة. تمام? ما يحافظ على انها سين تكون بالنص. تمام. هلا عندي المتباينة بين السالب عشرة والسالب سبعة. كلاهما مغلق. يلا بدي اشوف مجموعة الحال. بغطي. طلا. سين اكبر من سالب سبعة. الاكبر اقرب بالصفر. يعني وين اقرب هاي لهايك اكبر. يعني هاي القيم كلها. او تساوي سالب سبعة هيك. لما لنهاية. برجع اغطي. سين اقل من سالب عشرة. سالب عشرة دي ورها سالب هدعش. مين اقل? السالب عشرة والسالب هدعش سالب هدعش. كل ما بتعت عن الصفر قل ايش? الرقم بالسالب. السين اقل من سالب هدعش هيك. سالب عشرة اسف. فهاي حلها اكبر. وهاي حلها اقل. شو مجموعة الحال? في مجموعة حال بناتهم? اذا هون نحكي ما في مجموعة حال تجمعهم. فمجموعة الحال هي فايل او المجموعة الخارية. ما في حل بناتهم. تمام? ان شاء الله نكمل باقي الافكار بالفيديو الاخر.